باقون هنا رغم المضايقات والحصار ماضون في دربنا لأننا الأصل والفصل هنا فمآذن جوامعنا أسوار مدينتنا العتيقة حجارة منازلنا تشهد لنا منذ آلاف السنين وإن رأيتم رايات الاحتلال على بعض موانينا فهي زائفة زائلة فنحن سكان المدينة القديمة في الخليل نحن من تشهد لنا تجاعد وجوهنا وغبرة الزمن التي أتت على أجسادنا كلمات هزت عرش الكيان الصهيوني بعد إدراج منظمة اليونسكو مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي التابعة لها فالآن باتت المدينة القديمة في الخليل تحت حمية اليونسكو ما سيأتي بالفائدة على سكان المدينة وحمايتهم من بطش الاحتلال طبعا وجود البلد القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي سيعود بالفائدة الفائدة الكبيرة للشعب الفلسطيني والي الخليل الآن الحرم الإبراهيمي والبلد القديمة هم تحت حماية منظمة اليونسكو لأنه الآن بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي يكون من مسؤولية اليونسكو الحفاظ على هذا الموقع الحفاظ عليه من التدمير الحفاظ عليه من أي عمل يشوه هذا الموقع كموقع تراث عالمي ورغم النجاح الفلسطيني في المعركة على تحديد هوية مدينة الخليل إلا أنه لا يؤمن الجانب الإسرائيلي الذي ما فتأ يحاول تهجير الفلسطينيين من أحيائها القديمة المستقبل غامض بالنسبة لهذه المدينة في ظل استمرار التقسيم الإسرائيلي لها والحصار على بلدتها القديمة وعلى الحرم الإبراهيمي وعلى جزء أساسي فيها هناك تقطيع لأوصال المدينة وبذلك أصبحت المدينة القديمة في الخليل رابع ممتلك ثقافي فلسطيني على لائحة التراث العالمي بعد القدس وبيت لحم وقرية بتير الغنية بالعنب والزيتون كما يؤكد هذا الحدث التاريخي على هوية الخليل والحرم الإبراهيمي الفلسطينية وأنها تنتمي بتراثها وتاريخها إلى الشعب الفلسطيني وتعد مدينة الخليل ومن ضمنها الحرم الإبراهيمي الشريف نموذجا للعمارة المملكية النادرة التي حافظت على وضعها الحالي حتى اليوم